الآن سبب التمرين الثلاثة من السيس هنا سبب التمرين الموجات الميكانيكية المتوالية سبب التمرين الثلاثة يلتقط ميكروفون M1 و M2 صوتاً منبعثاً من بنبعين صوتي نقطاء S يوجد ميكروفون M1 و M2 على استقامة واحدة مع المنبع الصوتي S هذا مؤطة مهم إذا المنبع الصوتي والميكروفون يجب أن يأتي في نفس المستقيم يجب أن يكون هناك مسافة ميكروفون ميكروفون يوجد منبع S خارج القطعة يعني منبع S لا يوجد ميكروفون ميكروفون يوجد خارج القطعة المكونة المحدودة من محتوى M1 و M2 نعين عن الشاشة التي تحتاجون إشارتين ومسقطتين بواسطة M1 و M2 عبر وصائل معلوماتي انظروا شكرا لكم في التمرين أولاً أرسم تركيب جريب المستعمل موجات الصوتي من الأمور التي تحتاج إلى التمرين وغير ما تتنزل في المتحانات الوطنية يجب أن نتعامل معها وخاصة لكي نتعامل مع كشف تدلل أو وسط المعلومات ونخرج من المعلومات أولاً تركيب جريب المستعمل ما تركيب جريب المستعمل يوجد موجات الصوتي يوجد مكبر صوت M1 ومكبر صوت الثاني في موضع M2 وهذا مكبر صوت مرتبطة موسط المعلوماتي أولاً نخلص نقطة مستقيمة إلى المستعمل أولاً أولاً شكراً لدينا مجموعة صوت مثلاً فهناю المستعمل يوجد موسط المقتصوتي وهناي ميكروفون ونحن نخلص موسط تحدث معلوماتي الآن نرى أن هذا هو تركيب جريبي مستعمال هذا تركيب التركيب التركيب جريبي وهنا المسافة من أم واحد والأم اثناء هي مسافة الثالثة 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 مخلص السؤال الثالثة احسب سرعة متشار الصوت في ظروف جريبة إذا حساب سرعة متشار الصوت إذا حساب سرعة متشار الصوت هنا متشار الصوت هي ذكا السوي الدعاء إذا الصوت ينتقل هنا من مكبير الصوت وهذا هو المنفى الميكروفون M1 وتسجلت من الإشارة هنا تسجلت شيئا هنا ثم استقررت ثم حصلنا إلى تسجيل آخر وتسجلت إذن توقع ثم تصوتي بعد الموجة هذا النقاط يقرر الميكروفون وتشجلت هنا هنا تسجيل هنا تسجيل ثم هنا تسجيل تسجيل ميكروفون M2 خلال تسجيل 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 ميكروفون ثم تسجيل ميكروفون ثم تسجيل ميكروفون تسجيل 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 ميكروفون ثم تسجيل ثم تسجيل تسجيل ميكو ثم